بعد القضاء على نسبة العشرين في المئة أمية أنا موافع على القائمة النسبية أنا يعني كان لي رأيي بقول إنه عندي عشرين في المئة من أو خمسة عشرين في المئة من المكتب المصري أمي لا يقرأ ولا يكتب وراح بورقة يعني أنا فاهم إنه فيه وعي وفيه غيره لكن بقول لك خلينا نربط يا جماعة التطوير السياسي أو التطور السياسي بتطور الثقافة في المكتب المصري خلينا أضرب مثال مع سياسياتك أنا أبتحفظ على فكرة لأن الشعب المصري يمكن يكون أمي في الكمبيوتر أو حاجة زي كده أو في بعض الكتاب والقراءة لكنه حريف انتخابات بالشكل الكامل يعني ده بالعكس القائمة المغلقة للمتعلمين أكثر بكثير وأحسن بكثير جدا من فكرة القائمة النسبية الشعب الواعي دائما يبحث عن القائمة المغلقة ليه؟ بساطة جدا حضرتك وأنا ومجموعة من الكروب بتاع البرنامج بتاع حضرتك في القائمة المغلقة فإذن نحن نحمل فكرة هل في القائمة المغلقة حدي بيبحث مين موجود فيها رقم واحد ورقم اثنين ورقم تلقى تلا هو بيبحث عن فكرة تلك القائمة أو الاتجاه السياسي الذي يمثله مرشحين القائمة لكن في القائمة النسبية هي فكرة البحث مين رقم واحد هذه القائمة حتى لا تحمل قيام سياسية لم يمكن فخخ الأحزاب من الداخل طبا بدأت الكلامي قلت لك ستدمر الأحزاب داخلي مفسدة سياسية طيب خليني أروح معهدك بشمهندس إلى وأنا بكمل على الحوار الوطني برضو موضوع انتخابات المحليات أو ما دار في الحوار أمس عن المحليات سواء إعادة المنظومة والهيكل الإدارة المحلية كإدارة والانتخابات المحليات وغيره الحزب شايفها إزاي القضية دي وليه تأخر القانون وإمتى يكون في النور وإمتى نجد انتخابات محليات 52 ألف مشارك أعتقدها تعمل حيوية إضافية في البيئة السياسية المصرية طيب هو الحزب رأيه إف أكثر يمكن نحن أكثر حزب نظم ورشاته ندرات عمل بشأن المجالس المحلية وقانون المجالس المحلية لكن على قدر أهمية الموضوع قد يكون هذا هو سبب التخير نحن نتكلم في موضوع يمثل عصب العمل التنفيذي والسياسي والحزبي في مصر وهي المجالس المحلية لأنها في النهاية هي جهاز رقابي معاون للسلطة التنفيذية في تنفيذ العمل في داخل الشوارع والقرى وعلى غير ذلك وفي النهاية هو أيضا عمل سياسي وحزبي يمثل عصب العمل السياسي في مصر صحيح اشتركوا في القناة